الله الرحمن الرحيم روضة ومدرسة أكاديمية العزيزة النموذجية الصف الثالث مادة الرياضيات حل أسئل تمثيل البيانات صفحة 101 وصفحة 102 وصفحة 103 كيف حالكم طلاب الأعزاء؟ تعلمنا أن البيانات هي عبارة عن معلومات نقوم بتنظيمها وجمعها في جدول يسمى جدول الإشارات وتعلمنا أيضا طرق جمع البيانات عن طريق طرح سؤال أو إجراء تجربة وكذلك تعلمنا تمثيل البيانات باستخدام الصور أو الرموز أو باستخدام الدوائر والمربعات الآن سنقوم بحل أسئل التمرين ومسائل صفحة 101 هيا بنا نقوم بحل التمرين السؤال الأول رصدت مديرة مسرح الطفل عدد الحضور لإحدى المسرحيات لمدة ثلاثة أيام ومثلت البيانات بالصور كما في الشكل الآتي ثالث كل ما نشوف جدول مثل هيك بنزل أسفل الجدول وبشوف الشرط المكتوب أسفل الجدول أو المعلومة المكتوبة عندي أسفل الجدول مكتوب عندي كل رأس الطفل يدل على عشر أشخاص نرى بنا نشوف عنا ثلاث أيام وعدد الحضور في الثلاث أيام اليوم الأول موجود عندي أربعة رؤوس واتفقنا أنه كل رأس طفل يدل على عشرة إذن عشرة وعشرة عشرين وعشرة تلاتين وعشرة ربعين نشوف اليوم الثاني اليوم الثاني عشرة عشرين ثلاثين ونصف رأس إذن ما هو نصف العشرة؟ خمسة إذن نصف الرأس يدل على خمسة إذن عندي باليوم الثاني خمسة وثلاثين شخص صنعتهم كمان مرة عشرة عشرين ثلاثين خمسة وثلاثون نشوف اليوم الثالث عشرة عشرين ونصف رأس خمسة خمسة وعشرون شخص حضر مسرحية الطفل نجي نحل الأسئلة ألف ما عدد الحضوري في كل يوم من الأيام الثلاث نشوف اليوم الأول حكينا أربعين اليوم الثاني خمسة وثلاثون اليوم الثالث خمسة وعشرون في أي يوم كان الحضور أكثر أن نطلع الجدول أكثر أي يوم؟ أحسنتم اليوم الأول في أي يوم كان الحضور أقل أن نطلع الجدول؟ اليوم الثالث كان الحضور هو الأقل ما عدد الحضور في الأيام الثلاث؟ عندما يسألني ما عدد الحضور في الأيام الثلاث جميعها أقوم بتجمع عدد الحضور خلال ثلاث أيام نحكي عدد الحضور اليوم الأول أربعين واليوم الثاني 35 واليوم الثالث 25 نجمع الأحاد مع بعض 0 زائد 55 5 زائد 5 10 بحط 0 باليد 1 4 زائد 1 5 5 زائد 3 8 8 8 زائد 12 10 إذن عدد الحضور 100 شخص ننتقل إلى السؤال الثاني السؤال الثاني سجل مدير إحدى حدائق الطيوري عدد زائريها في ثلاثة أشهر في جدول الإشارات الآتي المطلوب مننا أمثل البيانات السابقة بالصور طلعوا يا ثالث أمامنا جدول الإشارات في عدد الحضور في ثلاث أشهر شهر آذار وشهر نيسان وشهر أيار مطلوب مننا يا ثالث أن نمثل هاي البيانات الموجودة بجدول الإشارات عن طريق استخدام الصورة هلأ أنا لازم أحدد قداش عدد الحضور إحنا اتفقنا أنه كل حزمة كاملة بدل على خمسة آذار عنا خمسة وخمسة عشرة وخمسة خمسة عشرين وخمسة خمسة عشرين نيسان خمسة وخمسة عشرة وخمسة خمسة عشرين وخمسة خمسة عشرين لاحظوا مضاعفات العدد خمسة وخمسة ثلاثين وخمسة خمسة ثلاثين وواحد ستة وثلاثين نشوف أيار 5 و 5 10 و 5 15 و 1 16 طيب مطلوب مننا نمثل البيانات باستخدام الصور انتو حرين يا ثالث ممكن تستخدموها باستخدام وردة ممكن دائرة مقسمة ممكن باستخدام وجه اللي بتكميها ممكن باستخدام مربعات او صور اللي بتكميها يا ثالث ومثل البيانات السابقة بالصور بالصور أنا كان استخدمت مستطيل مقسم إلى خمسة أجزاء قسمت مستطيل إلى خمسة أجزاء كل مستطيل مقسم إلى خمسة أجزاء يدل على خمسة أشخاص نشوف يا عاد عدد الحضور في شهر آذار اتفقنا بشهر آذار 25 شخص عدناهم الآن أمامكم هلأ أنا حكيت أن الشرط اللي بدي أكتبه تحت الجدول أنه كل مستطيل مقسم إلى خمسة أجزاء يدل على كم شخص حكينا يدل على خمسة أشخاص إذن كل مستطيل مقسم إلى خمسة أجزاء يدل على خمسة أشخاص نشوف آذار آذار حضر عندي 25 شخص إذن بدي أرسم خمس مستطيلات كل مستطيل مقسم إلى خمسة أجزاء المستطيل الأول بسمته قسمته إلى خمسة أجزاء المستطيل الثاني برسمه مقسم إلى خمسة أجزاء والمستطيل الثالث برسمه مقسم إلى خمسة أجزاء والرابع مقسم إلى خمسة أجزاء والخامس كذلك مقسم إلى خمسة أجزاء نشوف نيسان نيسان يا ثالث عدد الحضور 36 شخص برسم سبع مستطيلات كل مستطيل فيهم مقسم إلى خمسة أجزاء الأول مستطيل الأول قسمته لخمسة أجزاء والثاني لخمسة أجزاء والثالث والرابع لحد السابع بقسمهم لخمسة أجزاء بيكون عندي يا ثالث 35 طب أنا عندي بنيسان 36 بصف عندي شخص واحد برسم فقط مستطيل واحد طيب نشوف أيار عدد الحضور تفقنا أنه 16 إذن برسم ثلاثة مستطيلات كل مستطيل فيهم مقسم إلى خمسة أجزاء بنكون رسمنا 15 شخص بيضل عندي شخص واحد لأنه 16 برسم مستطيل واحد فقط ننتقل للسؤال الثالث صفحة 103 سأل معلم التربية المهنية طلبته عن الحيوان المفضل لديهم وحصل على الإجابات المرفقة أصمم جدولاً أبين فيه المعلومات المعطى ثالث إحنا قدامنا جدول في معلومات معطى معلم التربية الفنية سأل طلابه عن الحيوان المفضل لديهم فالإجابات كانت الحيوانات المفضلة لدى الطلاب قط أرنب سمك عصفور مطلوب مننا أن نمثل إجابات الطلاب من خلال جدول يسمى جدول الإشارات نشوف مع بعض القط كم عدد طلاب كان يفضل القط قط سمك واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة طلاب يفضلون السمك نشوف العصفور كم طالب يفضل العصفور هذه ثلاثة تحت بعض بيحبوا العصفور وعندنا عصفور وآخر واحد فيه هون بعصفور كمان في عندنا عصفور وعصفور وعصفور تسع طلاب بفضلوا العصفور إذن القط كان 6 طلاب بفضل القط الأرنب 7 طلاب بفضل الأرنب سمك 6 طلاب بفضل السمك عصفور 9 طلاب بفضل العصفور إحنا منا نمثلها من خلال إيش نمثل البيرات السابقة بالصوات عندي شرط كل دائرة مقسمة إلى أربعة أجزاء تدل على أربعة أشخاص أو أربعة طلاب نعيد الشرط كل دائرة أنا اخترت دائرة أنا مثلته زي السؤال موجود عندنا بالكتاب صفحة 96 كل دائرة مقسمة إلى أربعة أجزاء تدل على أربعة طلاب هلأ منحكي الحيوان المفضل وعدد الطلاب من المثلها بالصورة حكينا الحيوان المفضل قط أرنب سمك عصفور إحنا حكينا اتفقنا أنه بفضل القط كانوا 6 طلاب برسم دائرة مقسمة إلى أربعة أجزاء تدل على أربعة وهسا شنص الأربعة يا ثالث؟ 2، برسم دائرتين إذن اربعة وإثنين، ستة طيب الأرنب الأرنب بفضله كمان 7 طلاب برسم أربعة دائرة مقسمة إلى أربعة أجزاء تدل على أربعة وثلاث أجزاء الدائرة اللي هي ثلاثة بصروا سبعة منشوف السمك؟ وفي السمك بفضله 6 طلاب برسم دائرة مقسمة إلى أربعة أجزاء تدل على أربعة ونص الأربعة اثنان هي صاروا ستة أما العصفور بفضله تسع طلاب برسم دائرة مقسمة إلى أربعة أجزاء تدل على أربعة كمان دائرة مقسمة إلى أربعة أجزاء تدل على أربعة هي صاروا كام؟ ثمانية وأنا عندي اللي بحب العصفور تسعة وبرسم ربع يعني واحد بدل على واحد صاروا تسعة يعطيكم العافية مطلوب منكم تحلوا ورقة العمل لأمامكم مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية نلتقي في القمة